وشعر رجوع إذا لم تقلت في المقابلين. بالعوامل دي دكتور دائما نعرف أن بعد ما منخص لازم يكون في شوية عوامل بتضيئنا. وشينا بيبان عليه وناس تقول بقى أنت أنت خاسس أنت عين أو الجسم أو الشعر يقع أو الضافر تتقطم. يعني الحاجات دي نعليجها إزاي بقى؟ ليه بقى؟ ما هو أنت حريك لما تأخذ بستا أنت مش هتوعاني من المشاكل دي. وخاصة أننا عندنا مصعدة التالي سنقوله لو عندنا وقت نتكلم عليه. نحن نتكلم هنا على مستمزيتها يا حضرتي. أنا ما ما نعطاكش من حاجة على فكرة. كل اللي أنت عايز تكون. لكن الكميات عندك قلت. كميات عندك قلت ليه؟ لأن معديتك حجمها صغر. صغرت واجبتك صغرت. واجبتك صغرت. الكميات اللي أنت كلها صغرت قلت. فأنت هتلاقي نفسك. وصلنا للمعادلة اللي هو الجديد دلوقتي في علم التخسيس. إيه هو؟ إن أنا إزاي النهاردة ممنعكش محرمكش من حاجة. وفي نفس الوقت خلي وزنك ينزل. المعادلة بتقول إيه أنا ممنعش. ولكن أقلل. فهمت. هو ده اللي بيستعمله. هو خليك تقلل كميات. بس منعك ما منعكش من حاجة. وحاجات طبيعية بقى إحنا دروقتي في الأمان. ولا بقى ضربات قلب. ولا راس معرفش إيه. ولا الحاجات دي خالص. حاجات كلها طبيعية عرفينها. هو ده في أدوية كانت تنازلة في السوق من فترة. كنت تشغل على مركز الموقع. لديك إحساس بالشبع. ودي تسحبت من السوق. كنت تؤدي لدور الاكتئاب. ونسبة تنتهت. مش كده. وحاجة طبيعية. طيب دكتور. حريك قلتني إن فيه كورس متقدم من الشركة. ممكن تقول لنا عشان أصدقائنا يعرفوا عنه. بخصوص بيستا. تمام. كفلوس. عشان بس برضو هيفرق معنا الناحية الاقتصادية. أتفاض. حضرتك وانت شغالها في مجال المندخ. أيوة. تمام. هيك معروف دايما. إن الأنظمة ترجيم تكلفتها أعلى. صحيح. من النظام العادي. يعني حضرتك النهاردة. لو روحت تشتري عيش سن. هيبقى أغلى من العيش العادي. مظبوط. تمام. حلوة. يبقى خلينا نتفق على شيء. إن تكلفة الأجزية الخاصة بالضيط. مكلفة جدا. مكلفة طبعا. أنا حللت القصة دي كلها أخرج. كرس شهر من ده. بيه 570 جنيه. اللي هو يكافيك شهر أنك تاخد 2 في اليوم. يعني 6 علب. اللي هما هيكافوك شهر. 570 جنيه. 6 علب. ما شاء الله. اللي هما هيكافوك جرعة شهر. شهر. اللي هو 2 بكت في اليوم. قبل الواجبة الأساسية. بتاعتك. بنص ساعة. هي. ده أنت حضرتك لو روحت تشتري تعيش سن. لا. هيكلف مزجوط. لا. وبعدين هحط في سلطات حاجات تانية بقى. عشان نجيب الألياف تملى معي. واشتري الحاجة دي غالية جدا يا دكتور. من ضمن المشاكل بتواجهنا مع المريض بتاعنا مريض السمنة. إنه هو فعلي يقولك التكلفة عالية. طبعا. التكلفة عالية. وبعدين خلي بالك هو بيزهق. هو بقى ده ديلي معاه. ده حاجة روتينية. صحيح. عارف هو أحضرت البكت في جيبه. حتى معقول الألال بكت. ما عملت بصورة. خلي بالك أنا تصمبت أن أحطها في جيبه النهاردة. هشوف أهلا مشيت بيها الموضع صحيح جدا. حاجة تنزل بيتك تحطها في جيبه. لأنت ممكن. ممكن تتعزم بره. ممكن على فكرة في الشغل لك. تعال بقى نديها النهاردة. فلو طعمية وارزعة. طيب. إحنا هنستسمحك. نعرض الكورس على الشاشة الأصدقاء. هلاكوا تنضموا وتشوفونا. عشان لو فيه لسه أصدقاء لسه منضمين لنا يبقوا عارفين. بالكورس حاجة تكلمت عليه. بيستا. نتكلم عنه أكتر بقية دكتور. تمام. تفضل. الكورس بتاعه زي ما قلت لك. العلبة فيها عشرة. أيوة. العشرة دول بيكافوا خمسة أيام. تمام. هو الشركة بنزلها أفر على فكرة الأفر ده موجود بصفة استثنائية. فإذا الكورس لمدة شهر فيه ستة علب. ستة علب بخمسمائة وسبعين جنيه. أوكي. هاي. طيب. احنا شايفين دلوقتي ألبا مولتي فيت. هو حدثك. يعني الألبا مولتي فيت ده أنا عارفة أنه هو مكمل غذائي. صح كده؟ مصدر للطاقة ومصدر للطاقة الطبيعية. هلأ قدر أخده بقى وأنا بأخد بيستا؟ هو المفروض على فكرة. والله. يعني لازم أخد فيتامين مكمل غذائي وأنا بأخد. نحن هنا الشركة دي حاجة تشكر لهم على فكرة. إن هم حاولوا يديكم برتفولي ويديكم حاجة متكاملة مع بعضيها. فهمت. تاخد حاجة قبل الأكل عشان الشهية. وفي نفس الوقت. نحن بنعاني من نقص الفيتامينز. بعد ما بنبدأ. بعد أن أقلل أكلتنا. حلنا حل هذه المشكلة. إنه عبارة عن. أعرفيك رقم 3. زي ما قلت لك. ده عبارة عن 13 ملتي فيتامينز. 13 فيتاميناتهم عادة. 13 دول. يزود عندك الحر. يتمددك بالطاقة والنشاط. ويتعالج لك أي مشاكل تنتج من ناص الأكل عندك. نحن نخصها. ونأكلش حاجات فيها مكونات اللي نحن متعودين عليها. على سبيل المثال. مثلا. في فيتامين بي كومبلكس. بي 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 12. ما هذه فكرة رغاء يا دكتر. ولما نجي نتكلم عن فيتامين بي. هنا نتكلم عن 2 في المنطقة الأنمية. النقطة الأرونية. نحن نتكلم عن مجالة التخسيس. فهو بيحسن من التمثيل الغذائي للكاربوهدريت. يعني كوايك تاخده يحصل عليها عملية الأيض. وهي عملية المتبلز. علشان أستفيد من الكاربوهدريت بطريقة مسلحة. لا تخسنش بجسم على طريق الدهون. الحاجة الثانية فيتامين بي. وهو ليه علاقة بالأعصاب. هذا مهم أولا دكتر. علشان كده مريض السكر يأخذ القلب مالتي فيت. والله مناسب حتى مرضى السكر. احنا معنا كل الفيتامين زي دكتر. الحاجة الثانية نلاقي مثلا فيه. فيه نحاس وفيه خولك أسد. قلت النحاس دلوقتي. نحاس. لقد نحاس دلوقتي. نحاس دلوقتي. نحاس دلوقتي. نحاس دلوقتي. نحاس دلوقتي. نحاس دلوقتي. أولا بيحسن من كافية الغذاء الضرقية. وبيؤخر من علامات الشخوخة. علشان كده. قلب مالتي فيت ده ممكن يبقى حاجة روتينية. يعني أنا باخده. بعد الوجبة الأساسية بتاعي. بساعة. وهنا لازم يتخذ على كوبية مية كافية. عشان احنا في الفيتان. فيه غلطة بالنغلطة. ان انا بناخده بكمية. لا بها خضوء على كمية مية كويسة. كمية مية كويسة. مصبوط. يبقى قلت النحاس. فيتان من نسي كلامنا عليه من شوية. هو هنا كمان. بيزود المنصص الحديد. وعشان كده هم حطوا كمان الفوليك. فوليك أسد. فوليك أسد. فوليك أسد ده. فوليك أسد ده. فيه علاقة مع معظم ستات. بعد خمس وربين سنة. بيهنا من الشاشة الأظام. ورجالها بعد خمسين سنة. لان احنا عندنا. فقط العضلية. انتو عندكو أكبر. لا. الشاشة الأظام. لان احنا المفوض ان احنا اخد كميات مواننة. وفي صغراتنا ما اخدناش. صحيح. فاننا بدونه الى الكالسام. تمام. بدون الزينك. والزينك ده برضو. من دون الحاجات اللي كانت مشهورة. بالفترة اللي فاتت. لا ليه دور مهمي جدا في الشعر وفي الجلد. لان كده السيدات بياخدوه والبنات. البيوتين. مدام احنا جيبنا سنة البنات. بنتكلم فيه بيوتين. البيوتين هنا حريك دور فعال. حريك التأصيف للضوافر. طبعا. واللون البشرة والحاجات اللي زي كده. والشعر. طبعا ده الزينك مهم. البيوتين. البيوتين كمان مهم يا دكتور. طبعا. ليهم برضو. اذا احنا بنتكلم هنا. على منتج متكامل كقلب الملتبيت. حتى هديك بصي حتى. هنخص بشكل صحي يا دكتور. انا بجد عزي اقول. شوف هم حطوا. حطوا العلبة اللي على يمين. مستر. عشان دي اللي تبتدي بيها. ايوه مظبوط. وحطوا العلبة العشمال الملتبيت. علشان دي اللي تقودها. بعد الاكي. يبقى انا هنا خسستك. طريقة صحية وامنة. بقى كده على امنة دي يا دكتور. اوكي. حيك تقولينا العرض اخر حاجة. عشان لو لسه حد منضمن الفقرة بتاعتنا. عشان احنا قربنا نختم. انا بقى لا. انا احط في العرض القلب ملتبيت كمال. يعني علبة القلب ملتبيت العلبة. تلاتين قرص. وخلي بالك قرص مش كابسولة. اوكي. وده يبقى سهل في الهم. فهمت. لا. هو بالامانة. ما عملوا كل حاجة صحة. والله. تلاتين قرص بمية جنيه. هيا دكتور. طبعا. احنا نسمع ارقام فلاكية في الحاجات المستوردة وكده. يبقى الكورس كالي بيستا. اه. مع القلب ملتبيت. بنتكلم في 670 جنيه. اوكي. ده يكاففوك شهر. شهر. اه. حاجة مور اوكوناميك على فكر. حاجة صديقة جدا جدا جدا. شاهد المقاعب. اثناء.